اليوم هو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية أمس كان أول ظهور نعلني لماكسيما ملكة هولندا في حفل العشاء الافتتاحي لليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية أكثر من 300 خبير وشخصية سياسية اجتمعوا في لاهاي للتحاور حول إيجاد حل للتقليل من العنف ضد مثليي جنس دراسة جديدة للمنظمة الأوروبية لمثليي جنس أظهرت أن 26% من بين 93 ألف شخص تعرضوا للتهديد أو لاعتداء في السنوات الخمس الماضية معظم هذه الهجمات حدثت في أماكن عام قبل عام على هذه الدراسة 50% من الذين شاركوا فيها أكدوا تعرضهم للعنف 20% منهم من مثليي وثنائيي جنس 29% أكدوا تعرضهم للتمييز في مجال العمل إنه التاريخ الذي اختارته منظمة الصحة العالمية لإلغاء اعتبار المثلية جنسية كمرض عقلي في العام 1991 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر